بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة نود الإشارة اليوم إلى أهم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية في موضوع مواجهة الشحة المائية وقلة الإرادات المائية والتغييرات المناخية بشكل عام ومن ضمن أبرز هذه الإجراءات هو اهتمام وزارة الموارد المائية بالتوسع بإنشاء سدود حصاد المياه سدود حصاد المياه هي سدود صغيرة يتم الاستفادة من خلال إنشاءها في عدة عوامل منها الاستفادة في كل الإرادات المائية التي قد ترد إلى العراق من خلال الوديان والمنخفضات أمطار السيول، الأفو الأمطار وكذلك السيول إضافة إلى الأهمية الكبرى التي تشكلها هذه السدود في تغذية المياه الجوفية واستقرار المناطق والقرى المحيطة بتلك المناطق حقيقة عملت وزارة الموارد المائية من خلال تشكيلاتها المعنية الهيئة العامة للسدود والخزانات والدوائر الاستشارية والتي تعمل على إعداد التصاميم على وضع خطة لإنشاء مثل هكذا سدود على عموم محافظات العراق ولذلك من خلال فرقنا الميدانية ومن خلال جهد كبير جدا استمر على مدار أكثر من سنة للفترة الماضية تم تحديد عدد كبير من هذه السدود التي جاوزت 36 سد لحصاد المياه تشمل هذه الأعمال حقيقة اختيار هذه المواقع إجراء المسوحات الطوبغرافية وكذلك الجيو تكنيكية وكذلك كل ما يتعلق بإعداد التقارير الفنية لتحديد مدى جدوة إنشاء هذه السدود ومواقعها بالتأكيد ضمن إطار الدراسة الاستراتيجية التي وضعت مجموعة من المحددات لاختيار مواقع هذه السدود وكذلك تأمين إنشاءها لاحقا بعد استكمال كل متطلبات الإدارة لذلك اليوم أحد هذه السدود حقيقة وهو سد المساد في محافظة الأنبار دخل حيث التنفيذ حيث أحيل هذا العمل إلى أحد الشركات الحكومية تابعة لوزارة الموارد مائية وهي أحد الشركات المختصة في مجال إنشاء السدود أيضا هناك مجموعة من السدود استكمنة كل الإجراءات الفنية ومتطلبات الإدراج والآن هناك تنسيق كبير جدا وتعاون كبير مع وزارة التخطيط للمضي بعملية إدراج هذه السدود وتخصص المبالغ اللازمة لتنفيذها أيضا هناك عدد كبير من هذه السدود في مراحل نهائية من إعداد التصاميم وإن شاء الله سترى النور أواخر هذه السنة وبداية السنة القادمة مجموعة أخرى أيضا من السدود الآن في طور إجراء التحريات وعمال المسوحات والفحوصات الجيو التكنية من أجل إعدادها وتهيئة كل المتطلبات للتنفيذ هذه السدود حقيقة انتشرت على عموم محافظات العراق لدينا مجموعة كبيرة من السدود في محافظة نينوى وكذلك في قضاء سنجار أيضا ضمن المحافظة أيضا في محافظة الأنبار في محافظة كربلا المقدسة في النجف الأشرف في السماوة في ذيقار في ديالة في ميسان وكل المحافظات حقيقة حسب طبيعة المنطقة ممكن أن تحدد إنشاء هذه السدود حسب هذه المتطلبات التي ذكرتها اليوم نتحدث عن 36 سد أعمال التحريات أعمال تدقيق هذه المواقع مستمر هذا العدد قد يكون قابل للزيادة بالتأكيد وفق هذه المتطلبات تدقيقنا